يجيك سؤال تبهي للسؤال والجواب إذا كان السياق حجة لماذا الإمامية لا يعملون بالسياق كيف الإمامية ما يعملون بالسياق الإمامية يحتجون بآيات على خلاف السياق والمثال الواضح آية التطهير فإن الإمامية يفسرون آية التطهير بالخمسة محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين بينما السياق هو حدث عن نساء النبي الإمامية خالف السياق السياق يتحدث عن نشاء النبي يقول يا نشاء النبي لستنك أحد من النشاء إن اتقيتون فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مراض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكنا بعد يتحدث عن نشاء النبي في الوسط المفروض أيضا عن نشاء النبي إذا كان السياق حجة كما يقول علماء الإمامية فلماذا لا يأخذون بالسياق في آية التطهير ويقولون المراد بآية التطهير جماعة أخرى وهم الخمسة الأشباح على الأقل يقولون بأن الآية تشمل نساء النبي ويطلعوا نساء النبي كلهم على الأقل يقولون إن آية التطهير تشمل الخمسة وتشمل نساء النبي لكنهم يقولون لا لا آية التطهير لا تشمل نساء النبي أليس هذا ضربا للسياق ومخالفة للسياق الجواء طبعا هذا آية التطهير تحتاج بحوث وليالي أنا أذكر لك ثلاثة أجوبة سريعة الأول معنى الآية وهو آية التطهير هو معنى يفرض أن يراد بأهل البيت غير نساء النبي يعني المعنى يفرض علينا أن نجعل المراد بأهل البيت ما لا يشمل نساء النبي ليش هذا المعنى جاءنا من عدة ألفاظ إنما وأهل البيت ويذهب عنكم الرجس كلها ما تجتمع مع نساء أولا كلمة إنما في اللغة العربية للدلال على الحصر إنما أريد منكم أن تستمعوا للمحاضرة يعني أنا حصرت الإرادة في ماذا في استماع المحاضرة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ظاهر الآية أنه أراد حصر المراد في فئة معينة وهم أهل البيت هذا ظاهر الآية أنما بعد إنما يعني حصر المراد في موضوع وفئة معينة وهم أهل البيت فما هو المعنى الذي ينحصر في أهل البيت المراد يقول في حصر هناك معنى ينحصر في أهل البيت ما هو المعنى الذي ينحصر في أهل البيت إذا إحنا بنرجع لنساء النبي ماكو شيء ينحصر في نساء النبي لاحظوا الآية اللي قبلها يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتم شنو التكاليف لا تخضعن بالقول تكليف عام ما يختص بنساء النبي لا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى تكليف عام لا يختص بنساء النبي أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله أيضا تكليف شنو يعني كل الأوامر التي جاءت قبل آية التطهير هي آيات عام وتكاليف عام لا تختص بفئة دون فئة بينما ما بعد إنما في آية التطهير يدل على أن هناك معنى ينحصر ينحصر في أهل البيت فلو فسرنا أهل البيت بنساء النبي لا يوجد معنى ينحصر في نساء النبي كل التكاليف التي أمر بها نساء النبي هي تكاليف إذن في معنى ثاني ما هو نجي إلى اللفظ الثاني قال يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهيركم بعد تطهيرا هذا ما إلى معنى إلا العصمة صح شنو معنى إذهاب الرجس كله الذي يقترن بالتطهير التام هذا لا ينطبق إلا على العصمة ما ينطبق لا على التقوى ولا على الإيمان ولا على التدين إذهاب الرجس المقترن بالتطهير التام لا ينطبق إلا على العصمة فإذن آية التطهير جاءت يتحدث عن عصمة فلو كانت تعني نساء النبي أو تشمل نساء النبي لكان معناها أن نساء النبي معصومات ولم يقل أحد من المسلمين بعصمة امرأة من نساء النبي ولا امرأة معصومة من نساء النبي فإذا كانت آية التطهير تدل على العصمة والعصمة لا تنطبق على نساء النبي نحن مضطرين أن نقول أهل البيت غير نساء النبي اللفظ الثالث أهل البيت ما قال أهله فرق بين أهل الرجل وأهل بيته أهلك يطلق على زوجتك زوجتك من أهلك بس ليست من أهل بيتك الزوجة الزوجة ليست من أهل البيت أهل البيت من يجمعك من يجمعك معهم لحمة النسب إذا زوجتك بتعمك بتخالك نعم من أهل بيتك وإلا مو من أهل بيتك من أهلك ولذلك القرآن يطلق على الزوجة أهله ولا يطلق عليها أهل بيته إلا واحده وهي سارة زوجة إبراهيم عبر عنها بأهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لأن سارة كانت مع إبراهيم من جد واحد لهذا عبر عن هاجر غير عبر عن سارة ما عبر عن هاجر بأهل البيت عبر عن خصوص سارة لا يطلق على النساء أهل البيت أهل بيت الرجل أبناؤه وأما زوجته فهي أهله رابعا الضمير تغير كان الضمير ضمير نسوة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن ثم جاء لضمير العقلاء المذكرين قال إنما يريد الله ليذهب عنكم طهير الضمير فإذن اجتمعت عدة الفاظ فرضت أن يكون معنى آية التطهير خارج عن السياق يعني لا يشمل نساء النبي كلمة إنما تدل على الحص ولا يوجد معنى ينحصر في نساء النبي كلمة يذهب عنكم الرجس ويطهركم تدل على العصمة والعصمة لا تنطبق على نساء النبي كلمة أهل البيت لا تشمل الزوجة الضمير نفسه كوم لا يشمل النساء بمعنى لا يخاطب به النساء فإذن الجواب الأول أن معنى آية التطهير هو الذي فرض علينا أن نقول بأنها لا تشمل شنو نساء هذا الجواب الأول خليكي الجواب الثاني جواب الثاني يقول من أساليب البلاغ في القرآن الالتفاة على نحو الإضراب كيف يعني الالتفاة على نحو الإضراب يعني أنت تتحدث في معنى تنتقل إلى معنى ثاني ترجع إلى الأول مرة ثانية هذا من أساليب البلاغة التفاة على نحو الإضراب كيف يعني الآن مثلا أنا أتحدث معكم أنا أتحدث إياكم عن شنو الآن حدث إياكم عن تفسير آية التطهير فجأة أقول لكم إياكم والغيبة فإن الغيبة من المحرمات أرجع للحديث عن آية التطهير هذا التفاة على نحو الإضراب لماذا شنو السر البلاغي في ذلك الآن مثلا أنا هم أريدت كرشي وبرجع إلى هذا التفاة على نحو الإضراب يعني أنا أتحدث في موضوع تقلت بمفاجأة يعني فاجأت المستمعين بالحديث عن موضوع آخر ورجعت للموضوع الأول لماذا يقول أهل البلاغة لو ذكرت هذا الموضوع ضمن سياق آخر لما كان يجلب الانتباه صح؟ لكن عندما تخترق السياق وتخرج لموضوع وترجع مرة أخرى يكون ما ذكرته في الوسط أكثر رسوخا في أذهان الناس لأنه يجلب انتباههم ويجعلهم منصتين لماذا خرجت عن الموضوع إلى هذا الأمر ثم عدت إلى الموضوع أرة أخرى فالالتفات على نحو الإضراب أكثر جذبا للانتباه وأكثر ترسيخا للمعنى من هنا استخدم القرآن الالتفات على نحو الإضراب في أكثر من ثمانية عشر موضعا مو بس آية التطهير إنما أنا أذكر لك مثال آخر فقط حتى لا أطيل عليك والليل اليوم جماعة تعبانين قول هذا ما عنده شغل نتعبانين هالكانين وهذا جاي زين لاحظوا في سورة القيامة قرآن يتحدث عن يوم القيامة يقول يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره حدث الآن عن ماذا يوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه شنو العلاقة شنو العلاقة تجاي تتحدث عن يوم القيامة تنتقل مباشرة وبشكل مفاجئ للحديث عن شنو عن القرآن الكريم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أريد يرجع مرة أخرى للحديث عن يوم القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هو كان يتحدث عن يوم القيامة في الوسط دخل في الحديث عن القرآن رجع للحديث عن يوم القيامة نفس الصورة الموجودة في آيات تطهير تحدث عن نساء النبي ثم تحدث عن المعصومين ثم رجع للحديث عن نساء النبي وكأنه يريد أن يقول يا نساء النبي لماذا نحن نأمركم ونصر على ذلك لأن لكم ارتباط بأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وتطهيرا الجواب الثالث والأخير ونختم به حتى لو قلنا بحجية السياق وقرينية السياق علماء بلاغ يقولون هناك قرينة عامة وهناك قرينة خاصة ولا يؤخذ بالقرينة العامة مع وجود القرينة الخاصة السياق قرينة لكنه قرينة عامة ومناسبة النزول قرينة خاصة والقرينة الخاصة تقدم على القرينة العامة وإلا لو لم نأخذ بمناسبات النزول في القرآن للزمه ترك تفسير القرآن في كثير من آياته إذا فصلنا الآية عن مناسبة النزول وهنا يقول السيد عبد الحسين شرف الدين قدس سره صاحب كتاب المراجعات يقول وردت هذه الرواية في سبعين رواية من أربعين طريق بعضها من الصحابة كأم سلمة عائشة ابن عباس أبي سعيد الخدري ثوبان ومن أهل البيت وردت عن الإمام علي والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا يعني سبعين رواية تحدث عن مناسبة واحدة كيف لا يأخذ بها وهذه المناسبة أن الرسول صلى الله عليه وآله اجتمل بالكساء على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي لحمهم لحمي دمهم دمي وفي رواية جاءت أم سلمة قالت أنا معكم يا رسول الله قال إنما أنت على خير فبعد أن وردت الروايات في تفسيري الآية بالخمسة الأطهار دون غيرهم لابد أن نأخذ بالقرينة الخاصة ونرفع اليد عن القرينة العامة ولذلك أهل البيت أكدوا على هذه الوصلة والعلقة بهذه الشجرة المباركة ألا وهي شجرة العصمة شجرة أهل البيت أهل البيت دائما يؤكدون الانتساب إلى هذه الشجرة المباركة